القصص القرآن يجميل ولنا يحكي عمن غبرا أخبارا شيقة جدا فلتسمع بالقلب الخبرا فيها إذ نسمعها عبر فتدبرها وخذ العبرا هي بستان فيه ثمار فلتجن من القصص الثمرا السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من مسابقتكم المفيدة مسابقة قصص من القرآن لدينا اليوم قصة جديدة ستتعرفون على أحداثها بعد قليل وكما جرت العادة سنسألكم في نهايتها سؤالا لتعين عليكم الإجابات علي لهذا ندعوكم إلى التركيز أثناء متابعة أطوار القصة كي تتعرفوا على الإجابة الصحيحة وعلى كل من عرف الإجابة أن يتفضل بالمشاركة في المسابقة عبر الرابط التالي والفائز بالجائزة الأولى هو الذي يرسل أكبر عزي من الإجابات الصحيحة بانتهاء شهر رمضان الكريم وفي أسرع وقت ممكن إليه صاحب المركز الثاني في الثالث أجل هذا وقد تم تحديد جوائز مسابقة في مبالغ مالية كالآتي ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الأول وخمسمائة ريال سعودي للفائز بالمركز الثاني بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي تابعونا إذن كل يوم حتى تتمكنوا من الإجابة على الأسئلة وتكونوا من بين الفائزين بإحدى جوائز مسابقة والآن لندعونا قصتها الجديدة مستعدون حسنا على بركة الله تدور أحداث قصتنا اليوم حول رجل من بني إسرائيل اسمه قارون وكان قارون غنيا جدا وهبه الله تعالى رزقا وفيرا وأموالا كثيرة حتى فاضت بها خزائنه وامتلأت صناديقه هل تتصورون إلى أي درجة كان ذلك؟ يقول الله تعالى في كتابه الحكيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى درجة أنه لم يعد الرجال الأقوياء يستطيعون حمل مفاتيحها لضخامتها وثقل وزنها يا الله لكم أن تتخيلوا حجم هذه الخزائن والصناديق وكان قارون يعيش بين قومه يعيش الترب يلبس الملابس الفاخرة ويسكن القصور المزخرفة ويختار لنفسه خيرة الخدم ويختار بينهم لكثرتهم بالإضافة إلى تفننه في الاستمتاع بملذات الحياة وانغماسه فيها ورغم تلك النعم كلها لم يكن قط عبدا شكورا فبدلا من أن يحمد الله ويطيعه أخذ يختر بنفسه ويتكبر على الناس ويفتخر بكثرة ما عنده من أموال وكنوز ذات مرة نصحه بعض الحكماء المؤمنين من قومه بأن يترك الغرور والتكبر ويستعمل أمواله فيما يرضي الله عز وجل فما كان منه إلا أن أجابهم بتكبر وغرور أعظمين نعم قال لهم إنه اكتسب كل هذه الأموال بعلمه ومجهوده الشخصي وإن الله يحبه وهو راض عن ما يفعله ولو لم يكن يحبه لما آطاه هذا المال الوفير وذات يوم خرج قارون يتبختر بين الناس بكامل زينته وأناقته فانبهر البعض وهم ينظرون إليه تمنين لو كان لديهم مثل هذا المال واللباس وصاروا يتهامسون فيما بينهم بأنه فعلا محظوظ وحذر أهل العلم والإيمان هؤلاء المخدوعين المنبهرين بقارون وأمواله وبيّنوا لهم أن الله تعالى يرزق الناس ليختبرهم وأنه تعالى أعد لعباده الذين يردون بما قدر الله عليهم ويصبرون من ثواب والأجر خيرا مما أوتي قارون وغيره وهل استمر هذا الرجل المغرور على تكبوره ومعصية الله طويلا؟ لا لقد أهلكه الله تعالى جزاء غروره وتكبره عن الحق بأن خسف الأرض من تحت قدميه وهو في قسره فابتلعته مال الأرض ابتلاعا ولم يجد أحدا يوقظه عندئذ فقط تأكد أولئك المخدوعون بقارون أن الله تعالى يبسط الرزق لعباده فتنة ابتلاعا لهم لينظر هل يشكرونه ويطيعونه أم يعصونه ويتكبرون على خلقه نعم هذا ما قام به قارون فاستحق عقاب الله تعالى يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله خير خير لمن آمن وعمر صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخشف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون بارك الله فيك يا سعد والآن أعزائنا هيا ننتقل إلى سؤال الحلقة ونذكركم أن الإجابة وردت صراحة أثناء سردنا القصة السؤال من أي قوم كان قارون ننتظر مشاركتكم في المسابقة عبر الرابط التالي لا تترددوا في إرسال إجاباتكم طيلة أيام هذا الشهر الفضيل فقد تكونون من بين الفائزين بإحدى الجوائز المسابقة التي ستكون كما ذكرنا سابقا من نصيب المشاركين الذين يشاركون بأكبر عدد من الإجابات الصحيحة في أقل مدة ممكنة موعدنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة من مسابقة قصص من القرآن بإذن الله فكونوا في الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القصص القرآن يجميل ولنا يحكي عمن غبرا أخبارا شيقة جدا فلتسمع بالقلب الخبرا فيها إذ نسمعها عبر فتدبرها وخذ العبرا هي بستان فيه ثمار فلتجن من القصص الثمرا ترجمة نانسي قنقر